رصدنا خلال الأسابيع الماضية تصاعد الحملة السعودية ضد السياحة في تركيا والدعوات إلى عدم الذهاب إلى تركيا بغرض السياحة وفبركة بعض المقاطع لتخويف السعوديين وغيرهم سنقوم خلال رصدنا لمواقع التواصل الاجتماعي في فقراتنا الأخيرة بتحليل قصة السعودية عبير التي تزعم بعض الحسابات السعودية أنها مختطفة في تركيا لكن الآن إلى منشور آخر حيث تدولت العديد من الحسابات من بينها حسابات موثقة ومعروفة فيديو بعنوان هجوم مسلح على سواح سعوديين في اسطنبول حساب الجنرال أحد الحسابات متكررة الظهور في بوليغراف بسبب فبركاته المستمرة للمقاطع نشر هذا الفيديو في حسابه زاعما للدعاء نفسه دعونا نشاهد قبل ذلك جزءا من هذا الفيديو كما شاهدنا اللقطات فعلا من مقهى لكنها لقطات عام ما لا تستطيع من خلالها أن تتأكد أن المقطع له أي علاقة بهجوم على السعوديين بالذات في تركيا الملفت أن عددا من الحسابات لصحف ومواقع سعودية وإماراتية نقلت المقطع من بينها حسابات موثقة بالعلامة الزرقاء التي تضفي مصداقية لحسابات هذه المواقع الإخبارية الصغيرة كشامل نيوز مثلا أو صحيفة المرصد بالبحث عن أصل الفيديو تبين أنه قديم ويعود إلى عام 2017 وهو بالفعل هجوم مسلح على مقهى في منطقة الفاتح بإسطنبول لكن لا علاقة له بمواطنين سعوديين على